السلام عليكم اتمنى انكم تكونوا باخر وعلى خير و امركم هانية و مرحبا بكم معي اليوم في الفيديو جديد ان شاء الله اليومان نشارك معكم كيفية تعامل ميني بيتزا و كذلك العجين الخاص بالبيتزا لابدوا تعرفوا على المكونات و طريقة التحضير بقوام معي للاخر نبدأ على بركة الله نأخذ طحين رطب و نضيف له كمية من طحين حرش و نغرب له و بالنسبة للكمية عنكم ميزانكم على حسب الكمية اللي انتم مبغيتوا من بعد مغرب السطحين نضيف له ملعقة كبيرة من الزيت البلدية و كذلك ملعقة صغيرة من الزبدة كتكون عامرة كنعملت الزبدة كتخلي العجين مرتب و ملعقة صغيرة من السكر ساندة السكر كيخلي العجين يجي محمر و قدسة من الملح و ملعقة كبيرة من خميرة الخبز و ملعقة كبيرة من خميرة الخبز و نضيفه و نضيفه و نضيفه بالماء الدافئ هناك نضوه بالزبدة وكذلك تقدرت نسمه بالزاتر كيجي في المضاقة رائع أنا نسيته حتى الآخر عاد عملته سنغطي العجين ونخليه يختمر سنحتاج بصلا ونصف سنقطعهم ونعملهم يتشحروا وكذلك الفلفل سنقطعهم ونعملوا يتشحر وبالنسبة للطماطن سنحكيها ونعملها كاسوس ونضيف لها كذلك سلصص طماطن سلصص طماطن اشتركوا في القناة 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 من بعد موجودة لنا سلسل الطماطم سوف نشحره بملعقة من زيت البلدية و شوية دي الملح و القليل من تحميره قمت بمجزة من بعد مختمه من اللي اللي لدينا على هذا الشكل سوف ندلقه و نقطعه بل شكل ميني بيزات اشتركوا في القناة 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 اشترك و لا تنسوا نشمالي لايك ديالكم و كذلك تفعلوا زر الجرس باش تفصلوا بكل ما هو جديد